كشفت مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبين بعد لقائها الرئيس اللبناني ميشيل عون أنها تبحثت مع عون في موضوع النازحين السوريين الذي يشكل عبءا على لبنان حسب تعبيرها إضافة إلى موضوع أهمية التعاون بين لبنان وفرنسا لمكافحة ما أسمته لوبين التطرف الإسلامي وقالت لوبين أن على المجتمع الدولي أن يبدل جهدا أكبر لإبقاء اللاجئين في مخيمات لبنان فتوفروا فيها الشروط الإنسانية هذا ويدعو حزب لوبين إلى منع المهاجرين من دخول فرنسا والحد بشكل كبير من عدد اللاجئين الموجودين على أراضيها